اطلع محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي على النشاط العام لصندوق دعم الشباب بحضرموت واستمع المحافظ من مدير عام الصندوق سولاف عبود إلى تقرير عن نشاط الصندوق خلال النصف الأول للعام الجاري والترتيب لبدء تدشير 32 مشروعا للشباب في عشر مدريات بساحل حضرموت بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون ريال بتموين من السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب الترتيب لإقرار 30 مشروعا في مدريات الوادي في المجالات الزراعية والصمكية والإنتاجية وشاد محافظ حضرموت بنشاط الإدارة التنفيذية ونزولاتها الميدانية على مدريات المحافظة وشددا على أهمية النزولات التقييمية لدراسة جدوى نجاح المشاريع الشبابية